السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم أحب أقول أن توا يتم إطلاق سرح رجد الغنوشي بعد المثول أمام فرقة مكفحة الإرهاب في الجورجيني في تونس كنا تبعنا الحيثية الكلها والفيديو الكل اللي صار واللي معناها السور الأولى والفريق متعدي فعلي كان حاضر معاه إلى غير ذلك تم إطلاق سرح رجد الغنوشي على أساسه أنهم بش يمثلوا هالنواب لكلهم اليوم النهار الثلاثة يحالوا على أنيبة العمومية الثلاثة القادمة بش نتبعوا التطورات متاع الأحداث هذه حاجة أخرى هو أنه رئيس الجمهورية بالفعل قدم في موضوع معين اللي هو فيما برشة وينسا يستنعوا فيه وفيما دعاويت في تونس ودعاويت في الخارج أنه لازم رئيس الجمهورية يخو خطوات يقدم بيهم معناه في المسار اللي احنا فيه ما نقودوش فرد بلاسا يبدو أنه رئيس الجمهورية في الوضع هذا بالذات قرر بالتوازي مع حل البرلمان أنه يثبت النية متاعه أنه يعني عاقد العزم على بناء حوار خاصة وأنه تم الانتهاء من الاستشارة الإلكترونية الوطنية اللي فيما نسبة كبيرة برشة متوينسا تقريبا أكثر من 86% مع النظام الرئيسي في الدولة التونسية اليوم شفنا دعاويت متعدة من قبل نس كل على أنه لازم رئيس الجمهورية يعمل حوار وطني والرئيس قال أنه مش ننطلقوا من الاستشارة والإحصائية اللي خرجت منها والأرقام اللي خرجت منها بيش نعمل الحوار الوطني ديكو تم الأعلن عن النتيجة متاحة للرأي العام رئيس الجمهورية بالفعل اتقابل وهذا وعد كان هو أعلن طبوبي كان أعلن أنه قيس سعيد يعني يكلم وهنهب المؤتمر وقاله اللي راو بيش نعمل حوار يعني وجلسة هكا مع المكتب التنفيذي التي حاد الشغل أيبا اليوم تمت الجلسة هذية وحكيوا في برش حاجات طبعا الاتحاد عنده الشغالين اللي هما منخرطين في الاتحاد يدفع ليهم اليوم الطبوب يقول لك وأنه مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعضاء المكتب التنفيذي لكل الاتحاد يعني حكينا على الحوار اللي لازم يكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية هذا طبعا ما أكد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتابعة الحال الاجتماع هذا يقول لك قيس سعيد أنه معناها فما حل مش أنا منفرد بالرأي ولا منفرد بالحل وإلا حاجة ولكن أنا النجم يتحاور مع منظمة اتحاد الشغل كما زادا نلقى رئيس الجمهورية اتقابل مع عميد المحامين إبراهيم بودربيلا اللي في وقت معين يعني بودربيلا كان يعبر على دعمه إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وإلى اليوم هو لا حقيقة ما يعبر على دعمه لكن الجدل اللي صاره أنه وقته بودربيلا يتهموه بعض المحامين كيف يشكون كيف سيف دين مخلوف كيف العميد الأسبق الكيلاني اللي يقول لك مش فيقف معنا مش فيقف مع المحامين ما يدفعش على المحامين وقت يتم إيقافهم ولا محاكمتهم أمام القضاء العسكري ولا حاجة دونكي وجهوا له اتهامات هذه الأولى ثاني حاجة بالنسبة لحل المجلس الأعلى للقضاء بودربيلا كان مع رئيس الجمهورية وكان مع الحل ويقول معناها من حقه رئيس الجمهورية يقوم بهذا وبالعكس لازم يتهر القضاء إلى غير ذلك عميد المحامين بودربيلا اتفاجأ من بعد هو أنه في التركيبة متاع المجلس المؤقت ما كانش فيما محامين اللي هو اليوم فما محامين في التركيبة القديمة نحكي في المجلس القديم المنحل التركيبة جديدة ما القارح في إحراج معناها وكأنه قالوا الواية أشرب معناها وكأنت دعمتوا لحل وما عايت لكش وما حطش المحامين رد بودربيلا هو أنه يقول هذا شأن قضائي والفترة هذه فترة استثنائية وهو مجلس مؤقت خلي تهر القضاء نفسه وخلي يصلحوا معناها القضاء ويعملوا كالإصلاح الكل الشامل ويركحوا مورهم وبعد طوى في المجلس الدائم معناها بشي تعمل من بعد وقت طوى نشوفوا التركيبة كيفش بسكون المهم اللي همنا اليوم هو أنه قيس سعيد بدأ بالفعل في تنفيذ الوعود متاعه بخصوص الحوار الوطني يحكيه على برشة مواضيع بينسور يحكيه على حملات الاحتكار قيس سعيد أكد أنه يعني اللي يقف أمام مدخرة شعب التونسي بشي تحمل المسؤولية متاعه قيس سعيد زيدا يقول لكم أنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي مهم جدا في الفترة الحالية لازم يتم وضع حد لشبكة الفساد اللي في تونس وبرشة تصريحات جات فيه نلقاو أنه هاللقائت هذي وهالتصريحات مثلا خليني نقول لكم وأنه التابوبي مثلا قالك فما تطابق في وجهة النظر بين رئيس الجمهورية وبين قيس سعيد بخصوص إصلاح المؤسسات العمومية مثلا باش نحافظه زيدا على الديمومة امتاحها على قضية الدعم زيدا على ضعف الأجور يقول لك عنه نفس الرؤية كما زيدا في اللقاء مع ميدلا محمين الأستاذ بودربيلا يأكد رئيس الجمهورية على اعتماد تقريبا نفس الخطب مع التابوبي لازم يتم اعتماد الاستشارة ومخرجات الاستشارة الإلكترونية لبناء حوار معناها قيس سعيد في موقع قوة يضع في شروطه ويضع في اللبنة الأولى لهذا الحوار ومنطلق هذا الحوار اللي مؤخرا مثلا اتحاد الشغل قال إنه الرئيس هو المسؤول على هذا الحوار وإنه كاتحاد مجتنيش حتى فكرة ولا مقترح ولا أعلمنا كيفش بشي تعمل وكيفش بشي يصير وشكون معناها بشي يصرف عليه وشكون بشي تلابيه لغير ذلك اليوم الرئيس بدأ يكشف على الحوار كيفش بشي يكون وأهمهم أي واحد يقابله خاصة المنظمات الوطنية هو راهو بش ننطلقه من مخرجات حوارية يعني ماشيين في النظام الرئيسي ماشيين في الإحصائية اللي خرجت في الاستشارة الكل وبالتالي دونك الاستشارة بشي يكون عندها فاعلية والرئيس اليوم يقول لك الاستشارة ناجحة وراهم حابوا يفشلوها من خلال هجمات إلكترونية كبيرة برشة على حد تعبير رئيس الجمهورية قيس سعيد يجي هذا في الوقت اللي الرئيسة قابل زيدة مع رئيسة لجنة البندقية اللي نقشت مع قيس سعيد كيفش تتم العودة للنظام الدستوري وتقترح ضيفة قيس سعيد أن يتم وضع خبراته على ذمة تونس هذا اللي أعلنته رئيسة الجمهورية اليوم في هاللقاء اللي جمع قيس سعيد بقصر قرطاج مع رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون وأتأكد الرئيسة أنه اللقاء هذية أحكيوا فيه على العلاقات التونسية الأوروبية وهذه اللجنة تسمى بلجنة البندقية من جنبها رئيسة اللجنة أتأكدوا أنه بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس قيس سعيد السلطة في ظل غيب إطار دستوري واضح أدت نهار 30 مارس إلى حل مجلس النواب اللي كان إلى غاية ذلك التاريخ مجمد وفتح تحقيق قضاء ضد نواب شاركوا في الجلسة الافتراضية للبرلمان في نفس اليوم فما برشا نيس تسئل تقول لك المحاكمة اللي سارة للنواب شنوه بش تأدي في حقيقة الأمري ما هيش بتأدي لحتى شي يعني ما كنت تنتظروا بش يتم مثل السجن الغنوشي على خلفتها الجلسة ولا النواب يمكن فما قضايا أخرى أما هذي لي ما هيش بش توصل لحتى شي عليش خطر فما كيمتراو فما مراقبين أوروبيين أمريكيين الخارجية الأمريكية علقت على الموضوع الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي دونك هو تم استدعائهم وبش يمثل أمام نيب العمومية ولكن لا أظن أنه بش تصدر أحكام والأحكام قاسية ولا سجن ولا أعدام على كل النواب هذا مستبعد برشا لحقيقة دونك ضيفة قيس سعيد تقول لك وأنه تحب تناقش مع رئيس الجمهورية كيفش يتم العودة إلى النظام الدستوري والأعداد لإصلاح الدستور حسب الاستفتاء اللي أعلن عليه وبش يتم تنظيمه في 25 جويلة والانتخابات زادة المقررة في 17 ديسمبر وله أنا لاحظت أنه هالأوروبيين مسايبين دنيتهم مسايبين بلدينهم مسايبين مشاكلهم ولهين كان بتونس دستور تونس وانتخابة تونس إلى غير ذلك وزيد تقول لك وأنه اللجنة مستعدة بيش تحط خبرات هالكل في خدمة الشعب التوسي وتنفيذ الأصلاحات الديمقراطية مع احترام سيدة القانون وحقوق الإنستين بتابعة الحال نلقاو أنه زيارة هذه عملت فيها زيدة برشة إجتماعات مع مسؤولين في وزارة العدل مع كبار المسؤولين في الوزارة هذه والمديرين العامين في رئيسة الحكومة اللي خاصة معنيين بالتعاون الدولي والهيئات المستقلة والعلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحقوق الإنسان جتمعت زيدة مع ممثل المجتمع المدني وبرشة من أعضاء السلك الدبلوميسي في تونس